بكم الفعافية رح نكمل إن شاء الله تعالى شرح بمادة الأناتومي اليوم رح نحكي عن موضوع جديد نوعا ما بهذا الشابتر وهو الموضوع قبل الأخير تقريبا هو الموضوع اللي بيحكي عن أدوات التشريح لما أقول أدوات التشريح مش بقصد أدوات التشريح مقصو سكينة لا طبعا أنا بحكي عن أدوات التشريح العلمي يعني إحنا لما نيجي ننعمل تشريح لازم يكون عندنا مصطلحات علمية تعبر عن هذا التشريح يكون عندنا معلومات تفيدنا وأشياء أساسية نقدر بناءا عليها نعمل التشريح بشكل علمي ونعبر عن مواقع الأعضاء وشكل الأعضاء برضو بشكل علمي فإحنا في عندنا بعض من التيرمس المصطلحات العلمية اللي لازم نكون عارفينها عشان نقدر نعمل عملية تشريح ناجحة ونوصف الأعضاء بشكل ناجح علشان ما نصيرش عندنا ميس أندرستاندينج سوء بالفهم طبعا هاي التيرمس المصطلحات إحنا منعبر فيها عن كثير شغلات منها البوزيشن موقع الأعضاء منها الدايركشن الاتجاه للأعضاء منها الريجون المناطق الموجودة في الجسم والمواقع الموجودة في الجسم بين الستركتر التراكيب إحنا ما بنا نركز عليهم كلياته إحنا يا دوب هنحكي عن البوزيشن والدايركشن ندمجهم مع بعض ونعرف شو المصطلحات اللي بيستخدموها الرئيسية لأنه لقوا الدام رح يصيروا يستخدموا معنا هاي المصطلحات هم بيوصفوه لنا أجهزة الجسم بالشباتر الجاية فإحنا لازم نكون فاهمين هاي الأمور نبلش في البداية anatomical position هزا شو الوضع الوضع اللي بناءا عليه إحنا منشرح الجسم واللي بناءا عليه رح نحكي هزا المصطلحات لقدام الوضع اللي بناءا عليه منشرح الجسم هو وضع خاص هو إنه الإنسان يكون واقف بانتصاب stand erect feet parallel قدمينه يكونوا متوازيات لبعض نعموزها نفس المستوى arms hanging إيدي يكونوا على جانبين الجسم at the sides with the palms facing forward طبعا لازم نعرف إنه هذا هو التشريح أو هذا هو خنقول الوضع التشريحي يعني إحنا ما بيوزبط إنه نيجي نوصف تشريح الجسم لشخص قاعد يعني نقعد الجسم مثلا نقعد إنسان على أو جسم معين نقعده على كرسي ونشرح فيه ما رح يزبط الشكل الوحيد اللي بيزبط إنه نحطه بهذا الposition بهذا الوضع ونلاحظ إنهم ركزين حتى على تفاصيل دقيقة يعني بيقول لكم بالأخير palms facing forward يعني رائع كفتين راحت اليد تكون للأمام فتفاصيل جدا دقيقة نركز عليها إنه لازم هيك يكون شكل الجسم تمام وطبعا هذا الشكل وهذا التشريح هو اللي use to avoid confusion اللي هو بيمنعنا منصرف عنا أخطاء أو بعض الالتباسات خلنا نقول يلتبس علينا الأبر وطبعا إحنا هذا الأمر أو هذا الposition إحنا المستخدمه في التشريح زي ما حكت لكم طبعا بناء على هذا الposition إحنا لازم نعرف شوية مصطلحات إلى عراقة بالdirection بالاتجاهات يعني مثلا لما أجي أوصف القلب بناء على المعدة شو بدي أقول؟ والله القلب فوق المعدة هذا الأمر أنا بحكيه بالعربي بس بالإنجليزي مش راح أحكي القلب فوق المعدة بدي أستخدم مصطلح علمي يدلني إنه القلب فوق المعدة وهستخدم مصطلح علمي آخر عشان أحكي العكس إنه المعدة تحت القلب وهستخدم مصطلح علمي اللي أحكي فيه إنه عظام مثلا القفص الصدري هي فوق القلب فوق القلب وإنه العمود الفقري هو تحت القلب شوفوا الطريقة بدي أستخدم مصطلح علمي اللي أحكي فيه أنه الإيدين بيكونوا على جانب مثلا الجسم وأنه العمود الفقري بيكون بالمنتصف وأنه ما بين العمود الفقري مثلا والكتف الأيسر في عنا عظمة الترقوع جاي ما بينهم في المساحة النصفية فأنا بدي أستخدم مصطلحات هاي المصطلحات أي حدا بيدرس أناتومي تشريح بس يسمحها رح يقدر يعرف مباشرة الاتجاه والديركشن للعضو والبوزيشن وموقع هذا العضو شو هي هاي المصطلحات طبعا هنا بيحكونا أنه الدييركشن اللي احنا نحن ندرسها هي عبارة عن بتوضحنا الموقع لعضو معين تركيب معين في الجسم بالنسبة إلى عضو آخر يعني أنا بستخدمها عشان أقارن بموقع عضوين مع بعض مبلش أول مصطلح هنا طبعا بالسلايدات هنا مركزين على بعض المصطلحات كتبينها كتابة والمصطلحات الثانية بجدول ممكن بعض الدكاترة ما يدرسوا كل المصطلحات أنا رح أشرح لكم إياها جميحة بإذن الله تسعر مبلش هنا بأول مصطلح اللي هو superior superior يعني فوق يا لما أجي أنا أقول إنه القلب فوق المعدة فأنا شو بقول؟ بقول إنه heart القلب is a superior فوق مين الستمك المعدة منقدر superior نستخدم بدالها مصطلح cranial cranial يعني علوي أو syphalde syphalde نفس الإشي علوي cranial و syphalde جاي من معنى الرأس يعني إشي علوي رأسي فوق فمنقدر نقول superior أو cranial أو syphalde طيب شو معنى إشي فوق؟ يعني إشي toward the head هو أقرب للرأس تمام؟ للجزء العلوي من عضو آخر فالقلب هو بكون فوق المعدة superior يعني toward the head or upper part يعني هو بكون أقرب لأجزاء العلوية في الجسم هنأخذ مثال بعد شويلة مننزل على الجداول المصطلح المعاكس لـ superior إحنا رح ندرس المصطلح وشو المصطلح اللي معاكس إلو بهذا الشكل كمجموعات المصطلح المعاكس إلو اللي هو inferior inferior أو منقدر نحكي لها quadal quadal نسبة للذيل يعني إشي سفلي ف- inferior يعني سفلي فأنا زي ما حكيت إنه القلب heart is superior to stomach القلب فوق المعدة بقدر نحكي stomach is inferior to the heart المعدة هي تحت القلب تمام ف- inferior معناها away from the head بعيدا عن المناطق العلوية بعيدا عن الرأس أقرب toward the lower part أقرب للمناطق السفلية أقرب للذيل تمام طبعا هاي أول مجموعة نقدر نمثلها هنا من نقطتين على السريع ما بدها تمثيل بس يلا خلينا نمثلها على السريع نقدر نقول هنا أنه النقطة السودة superior to blue للنقطة الزرقة ولكن النقطة الزرقاء الزرقة يتعتبر inferior سفلية to النقطة السودة هاي بسيطة ممكن لقدام نحتاج هذا المثال يعني تكون الأمثلة أو الأفكار أصعب نوعنا طيب نيجع مجموعة ثانية لو في عنا إحنا عضو موجود في الأمام وأمام الجسم في الجانب الأمامي فعلا عضو موجود في الجانب الخلفي كيف دقارن ما بينهم عن طريق مصطلحين anterior أو ventral يعني إشي موجود في الأمام و posterior أو dorsal يعني إشي موجود في الخلف فأنا ماجي أقول أنا مثلا أقارن ما بين القلب والعمود الفقري القلب قلنا نرسمها هاي القلب اللون الأحمر يلا هاي القلب وهاي العمود الفقري فمنلاحظ إنه القلب وين موجود أمام العمود الفقري القلب أمام العمود الفقري لقدام في الجانب الأمامي من الجسم بينما العمود الفقري تحت القلب في الجانب الخلفي فبنقول إنه القلب is anterior or القلب heart is anterior أو heart is ventral نفس المعنى to backbone للعمود الفقري to vertebral column طيب لو بدي أعكسها لو بدي أحكي إنه العمود الفقري تحت القلب أو خلف القلب موجود شو بقول؟ بقول إنه vertebral column أو backbone is dorsal or posterior to the heart فventral أو anterior معناتها toward front للأمام وdorsal or posterior معناتها toward the back side باتجاه الخلف أو أقرب لخلف مؤخرة الجسم هنحل أسئلة على هذا الموضوع بإذن الله تعالى في نهاية الفيديو أسئلة موجودة في السلايدات لأنا بشرح عليها مباشرة طيب طبعا لأنا شرحته هياته موجودة هنا في الجدول وحطين هنا كمان نفس الكلام وحطين أمثلة وأنا مثلا بقولنا إنه الجبهة الصباح يعني superior to noise هي فوق الأنف صحيح مثلا على inferior حطين مثال إنه بنقدر نعكسها بنقدر نقول مثلا العكس nose الأنف is inferior هي تحت مثلا الفورهيد فهي الطريقة الأنف تحت الجبهة مثلا حطين هنا مثال على ventral breast bone اللي هي عظمة الصدر عظام الصدر تمام أو عظمة الصدر عظمة الصدر enter to the spine هو فوق العمود الفقري أو فوق الحبل الشوكي بينما لو أجينا من نفس المثال لكن هالمرة بنستخدم الدورسل نقارن ما بين القلب وعظمة الصدر عظمة الصدر أو القلب بيكون تحت عظمة الصدر فمنقدر نقول إنه heart is booster or heart is dorsal to the breast bone بأي الطريقة أتوقع أنه بسيط بالنسبة لكم وإن شاء الله رح يكون في animation لهذا الموضوع هو موضوع بسيط والanimation هو بس من باب الكمال في هذا الموضوع إنكم تكونوا فاهمينه أكبر درجة ممكنة طيب نيجسع مجموعة الثالثة المجموعة الثالثة لو إحنا بدنا نوصف عضو موجود على أطراف الجسم وعضو موجود في وسط الجسم فأنا كي بدأ قارن ما بينهم عن طريق مصطلحين middle ولاترال middle يعني إشي موجود في الوسط lateral إشي موجود على الأجنب فمثلا لو أنا بدأ قارن ما بين الأذرع الذراعين وما بين القلب أو ما بين العمود الفقري فأنا شو بقول نفترض القلب رح أقول إنه القلب هو جاي ما بين الأذرع فالheart is middle هو جاي بالنص is middle to the arm هو بالمنتصف ما بين الأذرع وبقدر إني أقول العكس أقدر نقول إنه arms الأذرع is lateral موجودة على الجانبين على الجوانب to the heart للقلب فإحنا بنستخدم عشان نعبر على إشي موجود في الوسط أو إشي موجود على الجوانب بنستخدم مصطلح اللي هو middle واللاترال معنى middle اللي هو toward to midline موجود في المنتصف lateral بكون معنى away from the midline إنه بعيد عن المنتصف طبعا المثال الثاني أو المجموعة الرابعة عشان إنه تفهموها رح أشرح لكم إياها بطريقة معينة ممكن الناس اللي خصوصا الشباب اللي بحبوا الكرة هيفهموها بسهولة لأنه أنا بدي أحكي عن إيش يسمون المساحات النصفية بالكرة بسموها مساحات نصفية أنا كمان بالتشريح بدي أعبر عنها بالعربي بمصطلح المساحات النصفية اللي بعرفوا بالكرة فيهموه هسا قصدي بس اللي ما علم كثير بالكرة هسا رح يفهموا الموضوع لنفترض أنه في عنا نقطة هاي الصفرة اللي هي نفترض أنه هي القلب نفترض أنه هي القلب ونفترض أنه النقطة البنفسجية هاي هون في نقطتين بنفسجيات وفي هنا نقطتين زرقوات زرق طيب لنفترض أنه النقطة الصفرة هي القلب والنقطتين الزرق هم مين هم الأذرع فإحنا هنا بنشوف أنه النقطين الزرق هم الأذرع هم حكينا جانبيات بالنسبة للقلب والقلب يعتبر ميدل موجود في المنتصف بالنسبة لهذول للأذرع نقطين الزرقاء طيب لو إجينا على مثلا نفترض أن النقطين البنفسجيات عظمة الترقوة عظمة الترقوة هي بتكون موجودة ما بين القلب والأذرع فمثلا في أن هنا عظمة دعنا نغير اللون بس نختار اللون الثاني عشان الشرح في أن هنا مثلا عظمة ما بين الزراع مثلا الأيمن نفترض أو الزراع الأيسر والقلب وفي عظمة ثانية ما بين القلب والذراع الأيمن فالقلب قلنا نقدر نعبر عنه بكلمة اللي هو ميدل والأذرع لاترال طيب أي عضو بكون ما بين عضوين هذول العضوين ميدل و لاترال العضو هذا اللي بكون موجود بالنص بنعبر عنه بكلمة انترميديت انتر ميديت فإحنا هنا بنقارن ثلاث أعضاء مع بعض فبنقول أنه مثلا عظمة الطرق اللي نسميها الكولاربون بنقول أنه الكولاربون موجودة وين انترميديت انترميديت بتوين هارت اللي هو ميدل ما بين الارم اللي هو لاترال هتو كيف بهاي الطريقة مثلا اللون اللي بنفسه جي يعتبر انترميديت ما بين الهارت ما بين اللون الأصفر وما بين اللون الأزرق نفس اللي شي لو جينا على عظمة الطرق والثاني اللي هي موجودة عليها صار هي جاية انترميديت ما بين مين ومين ما بين القلب اللي هو الهارت الاندى ميدل وما بين الارم اللي هو اللاترال فلما نيجي نحكي عن عضو نقارن ثلاث أعضاء مع بعض العضو اللي بالنص بيكون نحكي عنه الانترميديت بهاي الطريقة طيب احنا هيك افهمنا خلينا نحكي شو معنى انترميديت ونيجي هسا على المجموعة الخامسة المجموعة الخامسة فيها مصطلحة حلوات اللي هو بروكسيمال وديستل طبعا هم يست مجموعة البروكسيمال والديستل وهنا عشان نفهم البروكسيمال والديستل خلوني أرسملكم هاي الرسمة نفترض ان هذا هو جذع جذع الجسم تمام هنا الرأس مثلا يلا تمام هنا الكتف هذا كتف وهنا كوع ضيق شوي هنا كوع وهنا كوع وهنا باللون الأصفر يلا وهنا كفة الإيد وهي هنا كفة الإيد الجسم وانا ما رسمتلكم الإيدين عادي لأ رسمتلكم بس الكتف وان موقعه الكوع اللي هو اللون البنفسجي وباللون الأصفر كفة الإيد ولو جينا نقارن ما بين مثلا الكوع والكتف بدنا نقارن بالنسبة لمين أقرب إلى الجسم ومين أبعد فاحنا هون رح نستخدم مصطلحين بروكسيمال يعني أقرب وديستل يعني أبعد فرح نقول انه الشولدرز الأكتاف اللي هو اللون الأزرق أقرب بروكسيمال للجسم تمام من مين من اللي هو الإلبو الكوع اللي هو باللون البنفسجي فرح نقول مثلا انه إلبو أو الشولدر إز بروكسيمال تو ذا إلبو الكتف الكتف هو أقرب من الإلبو من الكوع ما قلنا أقرب لإيش عشان أجلت لكم هاي مصطلحات في التشريح أنا ممكن نسمحها بهالطريقة بس ما نفهمش أقرب لمين نعرف أنه أقرب للجسم لجذع الجسم فالكتف أقرب للجسم من الكوع طيب لو بد قارن ما بين الكوع وما بين كفة الإيد أو الرست نسميها اللي هو معصم الإيد اللي هو باللون الأصفر والكوع باللون البنفسجي رح أقول إنه الإلبو الكوع إز بروكسيمال أقرب للجسم من مين من الرست إلبو إز بروكسيمال تو ذا رست توتو كيف الطريقة طيب لو بدنا نعكس سونا نحكي أبعد دستل رح نقول مثلا إلبو الكوع إز دستل تو ذا شولدر هي أبعد عن الجسم من الكتاف ممكن أقول كمان رست اللي هو عظمة المرفقة وعظمة الساعد تمام إز دستل هي أبعد تمام إز دستل تو شولدر أو إز دستل تو إلبو بالثنتق بالحالتين بتثبط لنه هو أبعد من الشولدر ومن الإلبو تمام إز دستل تو شولدر أو إز دستل تو إلبو تمام فإحنا هيك بنقدر نستخدم عشان نعبر مين العضو الأقرب لجذع الجسم أو من العضو الأبعد بنقدر نستخدم المصطلح دستل ومصطلح أبروكسيمال فالدستل والأبروكسيمال اللي هو بيحكي لنا عن كلوز تو ذا بادي خلينا نحكي القرب من الجسم بروكسيمال يعني كلوز تو ذا بادي تمام بينما دستل فارذر فرام ذا بادي بعيد عن الجسم طيب ميجي على آخر مجموعة اللي لو إحنا بدنا نحكي عن أو نقارن ما بين عضوين عضو أقرب للسطح من عضو آخر أقرب لسطح الجسم يعني زي كان عضو بغط عضو آخر فمنستخدم مصطلح سوبرفشل أو اكستيرنل خارجي علوي سطحي وبنستخدم مصطلح ثاني اللي هو الديب أو الانتيرنل عميق أو داخلي فمثلا لو أنا أجيت بدي أقارن ما بين الجلد والعظام مين السطحي أو العلوي الجلد فبقول أن الجلد skin is superficial to the bone أو external to the bone بينما لو أنا بدي أجي أحكي عن مثلا إشي موجود مثلا نفترض أن نحكي عن الرئة والقفص الصدري أو الأضلع فأنا بقول أنه الرئة موجودة جو الأضلع تحت الأضلع الأضلع تعتبر سطحية بالنسبة للرئة والرئة تعتبر deep عميقة داخلية فرح أقول أنه مثلا الرئة lung is deep or is internal to the rib cage للقفص الصدري طبعا هذا هو موضوع اللي هو بعبر لنا عن الاتجاهات خلينا نحكي ورح نلاقي animation بإذن الله عن هذا الموضوع اللي فهمنا هاي الأمور بشكل أعمق أكثر وأكثر بإذن الله تعالى طبعا رح نروح هسا نترك هذا الموضوع ونيجي هون على الأسئلة نحلها على السريع وبكون عنا آخر فيديو إن شاء الله المرة الجاي اللي نختم فيه هذا طبعا هنا إحنا رح نستخدم الترمز اللي احنا تعلمناهم كسؤال إملأ الفراغ عشان نتطرب طيب نبلش بأول سؤال مثلا هذا السؤال شو بقلنا القلب موجود فراغ to the diaphragm الحجاب الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز موجود تحت القلب فش رح نقول the heart is located inferior as well to the diagram حجاب الحاجز أو diaphragm عفوا مش diaphragm diaphragm الحجاب الحاجز العضلات مثلا رح نقول the muscle are to the skin العضلات والجلد العضلات والجلد يعني نعرف أن الجلد هي فوق العضلات هي بتغلف العضلات فرح نقول أنه muscle are deep هي بالأعمق are deep or are internal to the skin للجلد لو جينا نحكي عن مثلا الكتف shoulder is to the elbow الكتف والكوة ما نعطي احنا قادم نحكي بنقارن عن القرب فرح نقول أنه الكتف shoulder is proximal أقرب للجسم to the elbow طبعا هذا الحل superior deep proximal زي ما حكينا نيجي على السؤال الثالث السؤال الثالث بيقولنا anatomical position مش مهم هي كلمة anatomical position نفس الفكرة تمام the thumb thumb اللي هو الإصبع الإبهام هذا الإصبع اللي بيكون على الطرف is فراغ to the index finger index finger اللي هو الشاهد الإصبع الثاني تمام هس لو نقارن ما بين الإصبع الإبهام والإصبع الشاهد منلاحظ أن الإبهام بيكون على طرف الشاهد lateral فمنقول thumb is lateral to the index finger السؤال الخامس the vertebral region vertebral region اللي هو هنقول منطقة العمود الفقري هاي المنطقة مع منطقة الأكتاف اللي نسميها scabular region يعني منطقة الأكتاف فمنلاحظ أنه منطقة العمود الفقري جاي بالوسط ما بين منطقة الأكتاف فهي is middle to the scabular region آخر سؤال اللي هو the gluteal region gluteal region اللي هي منطقة الخلفية اللي هي خلينا نقول منطقة المؤخرة ومنطقة اللي هي خلف الفقض عم نسميها gluteal region هاي المنطقة وين موجودة موجودة في الجانب الخلفي من الجسم صح ولا لا located under service of the body في أي جزء من الجسم بتكون موجودة موجودة في الجانب الخلفي خلينا نحكي يعني موجودة مش in ventral لا in dorsal أو in posterior dorsal أو posterior حكينا الجانب الخلفي من الجسم هالطبعا الحل موجودة عندكم ويعطيكم الف عافية